السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعني عمر بن الخطاب وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عن عائشة رضي الله عنها أنت بعت أهل البيت ترى بعت أهل البيت أنت هذا مثل ما الآن الآن أنا أقول لكم كمثال سأشوفوا أنتو هذا الكلام مني هذا يجرح مشاعركم لو لا أنا الآن لو أطلع أقول رحمة الله على صدام رضي الله عنه وأرضاه يا أيها الشيعة يا أيها العلويون ويا أيها الصداميون كفانا تفرقا كما يقول السيد القائد مقتد الصدر السيد القاعد السيد القاعد مقتد الصدر زين قائد الضرورة هذا شنو يقول يقول يا أيها الشنو أولا قال أبو بكر عمر عثمان علي علي صار الرابع ترى زين هذا حذاته مصيبة مصيبة ثانية يقول يا أيها العلويون يا أيها العمريون يا أيها الوهابيون كفاكم تفرقا زين أنا لو أقول نفس هذا المنطق كفاكم تفرقا بعد ليش ماكوا بعثين بالعراق ماكوا ناس يحبون صدام كل أهل الأنبار يمكن يحبون صدام الآن معظمهم مع الشكل كلهم يحبون صدام احنا نريد نساوي واحدة وطنية يلا انا اريد نساوي واحدة الآن مع الصداميين يا ايها العلويون يا ايها المقتدائيون يا ايها شنو بعد موجود الصدريون كثير كثير الحمد لله الان شكل يالوز موجود مالكيون دولة القانون ما ادري منه كلكم ويا ايها الصداميون كفاكم تفرقا يلا نساوي وحدة وطنية على هذا الأساس كلهم شي يقولون عني يقولون بعتنا بعتنا تريد ساوي انت دا تمتدح صدام ما تستحي صدام القاتل المجرم السفاك السفاح صار الآن لازم نمتدحى حتى نسوي وحدة مع جماعته يطبهم مرض جماعته لنسوي وحده وياهم هذا رمز ظالم ما نقبل على مبادئنا على أخلاقنا انه احنا نمتدحى ترجمة نانسي قنقر